هو ايه مصير صفقات الزمالك الجديدة بعد رفض رفع حظر القيد على الزمالك و ايه المفاجأة الصر الجمهيري الزمالك في الموضوع صدق اولاد صدق مع الصحفي احمد الجدي الفيفا قال كلمته رفع حظر القيد لن يتم والزمالك هتوقف عن القيد لفترطين وبالتالي الزمالك هيعير ثلاث لعيبة ضمهم هذا الموسم وهم عمر كمال عبدالواحد اللي اقترب من نادي فيوتشر محمود شبانة نجم أسوان اللي اقترب من نادي الاتحاد السكنداري وفيه كلام كمان من الاسماعيلي وفارقه حمد النقاز اللي عاوز يعود في الزمالك حتى لو مش هلعب ولكن فيه كلام قوي انه ممكن يروح برامتزة لمدة سنة على سبيل الاعراب طب ايه الحلو في الموضوع فيه صفقة هامة جدا تنضم للزمالك رغم حظر القيد صفقة مهمة وفيه حظر القيد طب ازاي هقولك رزاق سي سي نجم النادي الزمالك يقترب بشدة من العودة لصفوف الفريق طبعا لما فيه حظر القيد لمدة فترتين فرزاق سي سي هيكون هو الاجناب الاخير في قائمة نادي الزمالك وخاصة في ظل عدم قيد حمد النقاز طبعا جمالي ازاي بلك مبسوطة ان حمد النقاز ما تقيتش لانهم كانوا رفضين عودته وكده هيبقى قدامه حل من اتنين يقعد سنة ما يلعبش كورة ينضم لأي فريق داخل مصر لمدة سنة وزي ما قلتلكم فيه عرض لي من نادي بيرامتز وعرض اخر من نادي فيوتشار وكذلك فيه كلام من فاركو مين اكتر لاعب من اللاعبين التلاتة اللي مش هتقيده في نادي الزمالك زعلان انه ما تقيدش السنة دي اكتبه في الكومنتات